هذا وكما شنت طائرات العدوان السعودي منذ فجر الأحد أربع غارات على مواقع عسكرية في محافظة الضالة مصادر ذكرت أن الدخانة تصاعد من الأماكن التي تم قصفها فيما سمع دوي انفجارات قوية في منطقة موريس إلى ذلك تجدرت المواجهات بين قوات الجيش المسنود باللجان الشعبية وميليشيات هذه في منطقتين الجليلة والقرم